بسم الله الرحمن الرحيم مع صيغة عظيمة جدا للصلاة عن البي صلى الله عليه وسلم لا أعلم أكثر الناس رواه الإمام الدمياطي الحافظ الدمياطي بسند حسن ورواه ابن كثير أيضا بسند لا بأس به من حديث روايفع ابن الثابت الأنصاري قال عليه الصلاة والسلام من قال اللهم صلي على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة واجبت له شفاعتي ما هو المقعد المقرب؟ المقعد المقرب هو وسيلة كلكم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم مؤذن فقوله مثل ما يقول مؤذن ثم صلوا عليه ثم سألوا لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا العبد واحد وأرجو أن أكون أنا فالوسيلة دي هي قمة الفردوس الأعلى وهي المقعد المقرب إبقى ملك النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى فردوس الأعلى وأقرب مكان للعرش لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر ناس رؤية لرب العالم سبحانه وتعالى وسيحظى بما لا يحظه غيره من كل البشر في الجنة فده أعظم يعني أعظم شيء أنك تطلب للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة فالنبي بقولك لو أنت قلت للصيغة ديت خلاص واجبت لك الشفاء ياريت كل واحد مننا يحفظ يحفظ الصيغة دي وقولها حتى مرة كل يوم حتى يوم الجمعة الآل يعني أنا قلت لحدكم صيغة كتيرة قبل كده للصيغة نبي صلى الله عليه وسلم في دروس كتيرة يعني الصيغة لو أنت قلتها بعد العصر من الجمعة بيتكتب لك زنوب بيتغفض لك زنوب تمانين سنة ويتكتب لك عبادة تمانين سنة وصيغة تانية لو قلتها عشر مرة الصبح عشر مرة بالليل بيترفع لك كعمل أهل الأرض جميعا وصيغة تانية لو قلتها على الصراط تلقى الله سبحانه وتعالى بنور على الصراط وواجهوك كالقمر ليلة البدر وغيره وغيره فياريت نحفظ الصيغة دي ونقولها بنية وجوب الشفاء يعني نية وجوب الشفاء ليس شيء أعظم من أن تطلب للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة أو المقعد المقرر فنحكتبكم الحديث في الوصف انساقوا هذه الكلام والشروع أقولوا قوليها استخدام الله